اشتركوا في القناة التيريليشي او التيريليشا ان شاء الله يكون هدا هو نطق الصحيح لها عندي المكونات كالتالي زوج حبات بيض بحرارة المطبخ راح ندفع لهم نصف كاس سكر عادي مع ملعقة صغيرة من روح الفانيلا راح نخلط هدي المكونات جيدا بالخلاط اليدوي اذا كان عندك الباتر استعملي الباتر بعدما دربت مليح السكر والبيض جيدا حتى اصبح عندي خالط ابيض راح ندفع لها نصف كاس زيت بالتدريج كما راكم تشوفو وانا قاعد ندرب حتى تنتهي كمية الزيت اللي عندي هدي الكيكا دير الدجا في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الانستغرام مكوناتها بسيطة زوج ملعقة كبيرة من حليب البودرة هنا هي ضروري حليب غبرة يعني ما نقدش نقول لك استغناء عليه لانه اسم الكيكا هي كيكة الحليب التركية ولهذا لازم نستعمل حليب يكون بودرة راح يعطيها دوقة رائع وراح تجينه شيشة من الداخل الان راح ندف الفارينة تاعي كنت ترتفيها رشة من الملح وراح ندف الخميرة خميرة الحلوى راح ندير كيسة من خميرة خميرة الحلويات الفارينة تقريبا زوج كيسان انتيا والحساب الفارينة تاعك مهم ان القوام تاع العجين يكون متوسط ما يكون تقيل بزاف ما يكون خفيف بعد ما ضفت الكمية تاع الفارينة راح ندف زوج ملاعق كبار ماء بارد نخرج كامل المكونات وهذا هو شكل العجين متقيل ما خفيف راح نحطها فيه مول متوسط وراح ندخلها للفن على درجة 150 درجة كل واحدة والفن التحاني ومدة 20 دقيقة راح نحطها على فرن يكون بارد ما نشحبه نسخن الفن التاعي لانو نحب الكيسة التاعي تطلالي على مستوى واحد لانو كما تعرفو كين سخن الفن راح تطلع بسرعة وراح تشكل لي في الواسط على شكل حفرة وانا ما نشحبه يكون هاد الشي ندخلها نمرو الى المرحلة التالية عندي هنا سوس كرامل كنت حضرته معكم في الفيديو السابق راح نحطكم الرابط اسفل الفيديو راح نستعملو كطبقة تانية فوق التحلية التاعي راهو بارد بعد ما اطلب الكيكا راح نحطو عليها من فوق الان انا طيبت الكيكا التاعي هادا هو شكلها بعد ما طابت شوفوا كيفاش تجيه شيشة وهذا بفضل الحليب بودرة كذلك فيها هادوك النقاط حمراء بسبب تحمر هاداك الحليب الان راح نتقبها بهذا الشكل وراح نشربها بالحليب يكون بارد نسب كاس حليب ونخليها لنسب ساعة ترتاح في التلاجة ونمرو الى الطبقة التانية اللي راح تكون بالكخام شونتي الطبقة التانية نستعملو كخام شونتي والطبقة التالية نستعملو سوس كرامل اللي كنا حضرناها مع بعض ندخل الكيكا التاعي تبعد لنصف ساعة ونرجع لكم ان شاء الله راني خليت الكيكا التاعي بردت لنصف ساعة راح نضيف عليها طبقة التانية اللي هي عبارة عن خام شونتي طلعت خمس مغارف كبار خام شونتي مع نصف كاس حليب ضروري هنا الكيكا التاعكم تكون بردة باش الخام شونتي تاعنا يعني ما تدوليش سائلة ما تدوبش وتقد وتماسك هذي الكيكا الجي رائعة شبيهة بكيكا الديس باسيتو الآن نحاول كامل نمشي لخام شونتي ونمرو الى الطبقة الثالثة طبقة الثالثة والاخيرة ساست كرامة تعي بعد ما بردلي ضفطه القليل من الحليب وميكسيتو راح نفرغ على الكيكا بهذا الشكل استعمالات هذي السوس كثيرة جدا من بين هذي الاستعمالات انك تزيني بها الكيكات اليومية كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة ايضا ممكن تحشي بها كيكا في الوسط وممكن تدريها كتحلية في الكؤوسها معك خامشونتي دوق الكرامال راح يجي كرائح نحاول نمشي السوس كرامال تعي بهذه الطريقة ونزينها بخطوط ميناء الشوكولاتة وخلي الكيكاتها اكتبرت جيدا وينسف ساعة في التلاجة ومبت قدمها قطعيها وقدميها الان راح نشوفوا شكلها النهائي ترجمة نانسي قنقر هذا هو قوام التريليشي من الداخل صدقوني تجي رائعة وكيكا راح تتشرب بمليح هذه السوس كارامالواء خامشونتي اذا عجبتكم الكيكة تركية متبخلوني شبجام والاشتراك في القناة متفعيل جرس والى الملتقى ان شاء